يشتكي الجزائريون منذ أعوام من تهاوي الدينار بل ورح أغلبهم للمقارنة بينه وبين عملات الدول الشقيقة كليبيا مثلاً التي تعاني الحرب لكن عملتها مرتفعة لكن بلغة اقتصادية بحتة ما حقيقة انخفاض الدينار منذ عام 2014 لجأت الحكومة إلى سياسة تعويم الدينار اتخذ قرار التعويم الذي أفقد الدينار ما يقارب المئة بالمئة من قيمته في ظرف عشر سنوات لأسباب اقتصادية أبرزها التصدي للصدمة النفطية وصد عجز الموازنة الحاد وكذلك تقليص الهوة بين سعري سرف السوق الرسمية والموازية من المعتقدات الشائعة أن قيمة العملة المرتفعة مرآة تعقس قوة الاقتصاد لكن في الحقيقة ليس بالضرورة إذ عج العالم بأمثلة عن بلدانه القوي اقتصادياً بعملات في الحظيظ وعملات مرتفعة باقتصاد في الحظيظ ربما ننظر دائماً لعملة الجزائرية مقارنة ببعض العملات في الجوار كنا نتكلمه في الكوليس هذا ما يعانيش أن القدرة الشرائية في الجزائر ربما متراجعة بالعكس قيمة بعض المواد الاستهلاكية رهي بالضعف أو ثلاث أضعاف دول المجاورة احنا أخذنا مثال تعريف الانتاع الزيت قلنا أنه من نضروش إلى قيمة العملة أنه مثلاً عملة في الجوار تسوي خمس خطرات العملة الجزائرية وإنما شوف قيمة هذه السلعة نفسها في الجوار رح نصيبوا أننا ربما نستهلك نصف وشيستهلك الجيران يعني كمقابل لهذه المادة بعد السنوات من التعويم رئيس الجمهورية يلمح في خطابه الأخير إلى إمكانية رفع قيمة الدينار فما هي المزايا الاقتصادية إن تم ذلك؟ دعنا على العرض والطلب الآن طلب دي يطلع والطلب والعرض أيضاً لأننا في أريحية تقريبا هناك نسق متزين ما بين العرض والطلب هنا نقدر نقول أنه فيه احتمال أننا نزيد وممكن أن العملة الثانية تعرف بعض الإيجابية إذا كانوا رحنا للبريكست عدنا أمل كبير في أننا نعود نعطي قيمة كبيرة للدينار وربما رح نتخلص يعني من هذا العجز دايماً في العملة ونقارب على الأقل على الأقل دول الجوار أو دول الحوض أو حتى ممكن أننا في تعاملتنا في أفريقيا ممكن أننا نجأ إلى العملة الأفريقية الموحدة يعرف اقتصاد البلد تحصناً ملحوظاً منذ سنوات بعد تعافي أسعار النفط وزيادة كميات الغاز المصدر وصادرة خارج المحروقات وهو ما ينبئ بتعافي الدينار في الفترة القادمة غير أن هذا لا يمنع من تجاهل التضخم الذي ينخر الأسواق منذ فترة الشبح الذي لا يفرق بين عملة مرتفعة أو منخفضة ترجمة نانسي قنقر